طيب جيمي تعالى نروح لحكي نعمل شوية على نقاط القوة اللي في الاهلي بس سواء الاهلي او الزمالك هم عندهم نقاط ضعف طبع الاهلي عنده نقاط ضعف لو استغلها الزمالك فاصبحت نقاط قوة لنادي الزمالك طبع والزمالك عنده نقاط ضعف لو استغلها النادي الزمالك فاصبحت نقاط قوة عند النادي الاهلي طبع قول لي بقى الاتنين طيب الاهلي وضح حجاليا وإحنا حتى بنشرح نقاط القوة إنه الضغط العكسي أو الضغط العالي اللي بيعمله مارسي الكولر بيفضي مساحات كبيرة جدا 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 وخلينا أقولك إنها مش مساحات كبيرة معتادة مع الضغط العالي إذن هو ده دفكت أو عيب واضح في تنفيذ هذه الطريقة واضح لما يظهر ما احترامنا الإسماعيلي وأسوان لما يظهر هذا العيب بوضوح في المباراتين دول ده معناه إنه مع كواليتي أعلى نسبيا مع الزمالك العيب ده هيصبح أكثر تأثيرا لما تربط ده بطريقة لعب الزمالك والزمالك كمان بيشتغل على إيه تعرف حجم المشكلة قد إيه وإزاي الزمالك يقدر يكسب الأهلي لو استغل الشكل ده نبتلل الحالات الصور اللي إحنا جابينا بتاعة المساحات اللي في وسط ملعب النادي الأهلي بسبب لعبه بالطريقة اللي إحنا قلناها لأربعة، اتنين، تلاتة، واحد آدي، واحد دي الأولى دي حمدي فاتحي فين؟ حمدي فاتحي التلت الأول للإسماعيلي باس واحد، باس واحد كرة تروح للرجل اللي بعد داير الحمر بص المساحة دي كلها فاضية وورا دي أنجي في مساحة زيها في الكادر اللي هنجيبه بعده فاضية يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده كمل هنا هنا وحدة باس واحد ضرب الخط ده كله كمل اللي بعده صورة اللي بعدها باس واحد دي أنجي دي الكرة اللي هي كانت تبص الملعب في مساحة في ظهر دي أنجي دي أنجي عبال ما رجع له الرجل رايح بقى رايح اتنين على اتنين لأن في واحد هناك واقف معه الجناح الأيمن بتاع الإسماعيلي بقى رايحين واحد رايح معاه محمود متولي والتاني عبد المالة من الرجل جاي مقابله والراجل رايح في مساحة فاضية كبيرة جدا كم من اللي بعدين مستفى في ظهر الباكات كبيرة جدا بص دي كارثة لقطة كارثية لما يبقى عندك ده الثلاثة اللي وقفين على خط واحد اليو ديانج وفي ظهره كل هذه المساحة بص واحد ضربت ثلاثة غلطة كارثية بتتكلم على مساحة مش أقل مش أقل من عشر أردا في عشر أردا ده السور يا جمال ده أنا بقولك عليه انه انت لو ضغطت مرة واحدة بس غلط وحصل مشكلة في التمركز عندك في الضغط انت ضربت لأن انت بتلعب الملعب كله مفتوح وفتح الوينجات فتح الباكات الرجل 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 هنا أحمد ده مكبولي وقف في الدايرة سنتل لوحده الناس نتخيل ان دي لقطة بصلا من الإحماء دي لقطة من المباراة الرجل واقف في دايرة سنتل اللي هو واحده اللي قطع اللي بعدين نفس المشكلة قطع ضرب في ظهر ديانج تلاتة على تلاتة نفس المشكلة نفس الخطأ بنفس الطريقة مساحة قدام ديانج وورا ديانج قدام الاتنين السنتر باكس محمد عبمان ومحمود متولي والمسافة اللي ما بين قليو ديانج وحمد فتحي مساحات كبيرة جدا 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 في خط وسط النادي الأهلي اللي بعده نفس الطريقة اتنين اللعيبة واقفين مفروض ان حمد يبقافل زوية التمرير حمد يوقيت ما بيقفلش زوية التمرير واقف الكرة دي بتطلع باص تروح على المساحة المزلعة اللي عليها شايف مساحة فاضية دايرة السنتر بالكامل فاضية وبعدها دايرة قدها فاضية وما فيش أي رقابة ولا أي تواجد لخط وسط النادي الأهلي إيه اللي بعده نفس القصة ديانج دايما ورا ديانج مستو ان هو العيب يقدر يعمل لك سكرينج للخط للثنائية بتاعت الاثنين سنتر باكس اتضرب مرة واثنين وثلاثة واربعة مش بسبب عيب في ديانج بسبب ان المجموع اللي حواليه هو مش يقدر يقفل كل زوية التمرير هو بيلعب لوحده فعشان كده لازم حمد فتحي وعمر السلية لما يلعب يكونوا قريبين من بعض لان الورك ريت اللي بيعملوا قديو ديانج محدش يقدر يعملوا دا رقم واحد حتى مع الورك ريت اللي كان بيعملوا ديانج ظهرت المساحات دي فلازم الاثنين يكونوا قريبين والضغط العكسي مايبقاش بعمر السلية خالص يبقى بالرباع الامامي بس اللي بعده ماشي اللي بعده بص دي لقطة في مباراة اسوان غيرنا المباراة خالص ومنافس مختلف بفريق مختلف اللقطة دي انتهت كمل الفريم اللي بعده مساحة نفس القصة المساحة دي جات منين بص فضية تماما في ظهر ديانج يعني خلاص كده الرجل دا رايح وشه الاثنين سنتر باكس بص دايرة دي مساحة دي نفس الغلطة نفس المشكلة ودايما بيرشرح للناس لما تلاقي فيه خطأ او ميزة بتتكرر اذا هو نمط طالما نمط يبقى الحاجة دي لا نقاش ان هي موجودة في الفرقة سواء كانت عيب او ميزة كمل لبعده اسرع شوية بص بص كريم بص كريم الحكم واقف في وسط اتنين لعيبة من اسوان ودايرة تاني بتكلم على مساحة تتجاوز المت يارضة طول وعرضة تعالى اللي بعدها اللي بعدها اعتقد دي نفس الحتة عاوزة دي حاجة بس قصة كلها ان الاهلي هو معاك كورا يا جمال بيحاول تريد الاربعة واحد اربعة واحد حمدي فاتحي بيزوء عشان يميل على ناحية عمر صحيح وبيسيب اليو ديانج الواحد على السن سن ديانج زي ما الجمال بيقول هيعمل سكريننج بس مش هيقدر يجاري قالي ودينج المسافة دي كلها الواحد فمعتقدش ان هو في مبارات الزمالك هيخلي الاثنين لعيبة اللي هو السولية او حمدي فاتحي ان حد فيهم بيباليين ادوار الهجومية الكتيرة دي هو بيزوء عشان يزوء مع علي معلول ويحاول يغطي وراه وفيه كورة تانية برضو شفتها في مواطش اللي فاتح حمدي فاتحي دخل كباكليفت وقام علي معلول هو لزاق علشان خاطر يد الحرية على المعلوم فهي قصة كلها هو زي ما بيقول جمال هو نمط فهو بيغارت الى اربعة واحد اربعة واحد بس فيها رزق عالي جدا يعني الكور اللي جمال جابه الكور دي لو موجودة مثلا امام عشور احمد ساد زيزو سيف الجزيري لا الموضوع هيبقى مختلف تماما كوالة لعيبة مختلفة